لما تنزل قول الله جل في علاه على النبي صلى الله عليه وسلم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا يقول يا جبريل تضيع أمة الصلاة يا جبريل تضيع أمة الصلاة قال يا محمد يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل فضيعت الصلاة وارتكبت المحرمات كيف يستقيم الحال وكيف يتربى المجتمع على الفضيلة إن لم يحافظ على الصلاة أليست الصلاة هي التي تنهان عن الفلاحش والمنكرات أليست الصلاة هي التي تنهان عن الفلاحش والمنكرات يكفينا أمرا ربانيا واحدا حتى نعلم عظم قدر الصلاة عند الله أما يكفيك أن الله افترضها فوق السماوات أما يكفيك أن تعلم من قدر الصلاة وعظم شأنها عند الله أنها فرضت فوق سبع سماوات وهو بالأفق الأعلى الدنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى أمره بخمسين صلاة فلا زال يخفف عننا حتى جعلت خمس صلوات بأجر خمسين خمس صلوات بأجر خمسين الصلاة نور كيف تستطيع أن تسير في الظلمات كثير يتخبطون كثير يشتكون من الهموم والغموم علاجهم الانضمام إلى صفوف المصلين مآسي الشباب في كل مكان وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن انضبطوا في صفوف المصلين هذا هو الواقع هذا هو الواقع شئت أم أبيت والله لن يستقيم حال الإنسان إلا إذا استقام على صلاته قال صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة والله لن ينفعك صوم ولا حج ولا زكاة ولا أي نوع من الأعمال إلا إذا صلح أمر الصلاة أول ما يسأل عنه العبد ومن القيامة سيسأل عن صلاة إن استقامت وصلحت نظر الله في باقي الأعمال وإلا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة قال صلى الله عليه وسلم ولا زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله لا زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله أسألك بالله العظيم أين صليت الفجر اليوم في صفوف المصلين أم اتصفت بصفات المنافقين أليس أثقل الصلوات عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء أليست هذه الأمة قد اتصفت بالنفاق في مشارق الأرض ومغاربها هذا هو الواقع هذا هو الواقع شئت أم أبيت